أستاذ محمد الحسوني وأنتم كمماثل عن فدرالية فناني الشارع بداية كيف تلقيتم الحكم الصادر على موسيقية الشارع في ساحة ماريشال بيدار البيضاء بشهر سجل موقوفة التنفيذ في حقيقة لم نكن نتصور هذا الحكم بأنه سيكون هكوة كنا كنقولوا بأنها غادي تكون غير شي غارامة أو شي حاجة بحلقة أما مني كان مبدون نشوفه مزيان كيف اشتا توصلنا لهذه الكاريتة هذه القاضي اللي حكم بحل قلتي ما كانش عنده لشوة ما عندوش لشوة عندو واحد مستارة بأنها قانونية هذا الدرالي فعلا وقع اللي وقع بحل قلتي تجرؤه على واحد المقدم هذا المقدم دار شكاية في الأخر هذا المقدم منتازل تماما ولكن عموما كان الحكم صدر بعد الشكاية التي تقدمت من طرف الساكنة للمنطقة لأساس أنهم كين إزعاج كين كين واحد الإزعاج اللي هو ماشي ماشي دي اللي يوم راه قديمت شي نعم هاد شي احنا كفيدراليات شراشرنا له هدي شعال هدي وقع دب بحل قلتي مني كي يوقع مصطرة عادية شكاية دي الناس الساكنة هديك المستارة كتطلع حتى كتوصل الوالي الوالي كيعطي الأمر دياله كبشل السلطات كبشل السلطات السلطات كتنفد كتنفد نعم سيتو دونك مني وقع دك تنفيد هدوك الدرالي حيدوا لهم الماطيريال ديالهم مني تحيد لهم الماطيريال ديالهم فعود اللي غادي ديروا شي حاجة اللي هي غادي قدروه سلمية درالي تعصبوا بمعنى الكلمة وكانت المسألة يعني كانت تدخل جيل السلطات في هذا المجلد معلوم